موسيقى صبحكم الخير اليوم الأربعة اتنين أيار مايو اليوم الأمر صار موجود ببرش القوس الناري ليومين وراء بعضهم الأجواء اليوم جيدة الأبراج النارية القوس أيضا الحمل وكذلك موليد برش الأسد كيف رح بيكون هنهار على كل الأبراج بمبلش مع برش الحمل بالنسبة لألك اليوم مولود برش الحمل بعتبر هيدا انهار وكأنه مكافأة لألك كأنه تعويض عن اللي تأخرت فيه أربعة ايام خمس ايام ما كانوا أبدا سهلين اللي ما رأوا عليك هلأ اليوم وكأنه إقاع الحياة أفضل أنجح ومثمر أكتر طبعا في حزوص كتير كبيرة ومعقول يكون في عندك أخبار سارة الأكثر حظا ثلاثة أربعة وخمسة نيسان أبريل بنتقل لأبرج الثور زي حت عنك تأثيرات الفلمون وبالتالي ما عندك عزر اليوم لحتى تقول أنه مزعوج أو مدى أهلا إمكان بعدك مزعوج من شوية أمور صارت لكن الضغوط بطلت موجودة في ذيول بدك تتعالجها ومضطرة تعالجها ولازم تعالجها لأنه من الحكمة أن تعالجها وما تترك ذيول لبعدين المشاكل اللي صارت الخليفات حاول أنك ترتبون بتبقى الأكثر حظا 12 خليقوا 29-30 نيسان أبريل وأيضا 12-13 أيار مايو بكمل مع برش الجوزاء بالنسبة لبرش الجوزاء مبارح نبهتك ما تأجل لليوم لأنه اليوم نهار صعب ويمكن اليوم وبكرة يكونوا من أصعب أيام هيدا الشهر الأجواء متطلبة داعمة مش داعمة من داعمة بالعكس معاكسة وبتخلق قدامك ظروف محرجة ومربكة ومعقادي مثل اللي مش دارس كتير وريحة للامتحان بالمدرسة وفجأة بيطلع له كل الأسئلة الصعبة فاليوم نهار أول شي بدك تحافظ على هدوءك هدوء عصابك لتقدر تفكر بهدوء ومن دون انفعالات بتبقى الموليد الأكثر تعبا اليوم هي موليد شهر أيار مايو بنتقل لبرش السرطان بالنسبة لبرش السرطان اليوم نهار بيقلك إنه أوكي مرأوا يومين حلوين انت صرت بأجواء جيدة انطلقت الشهر كانت حلوة ضوء أخضر لألك مشجع لألك لكن اليوم بنرجع نركز على الأولويات يعني فيه شغل لازم ينعمل بكل هالأسبوع وابتداء من اليوم لآخر الأسبوع منه سهل إذا بدك تشوف معلومات أكتر فيك تشوف اليوتيوب لأليك كارمن شمس وتشوف الأسبوع كله كيف بده يكون أما بالنسبة لليوم اليوم نهار بدك تكون ماشي على أجندا أجندا وماشي فيها أول يومين حلوين آخر عطلة الأسبوع ما رح تكون سهلة وبالتالي نظم وقتك اشتغل من كل قلبك وحتى لو كلفك وقت إضافة اشتغل معلاش بيستاهل 11-12 تموز يوليو الأكثر حظا كمّل مع برش الأسد مولو برش الأسد اليوم نهار ممتاز ممتاز بنوعية وقته اليوم هو من الأيام يلي فعلا شو ما عندك بينحل وبتطلع ناجح بتفوق اليوم وبكرة يومين رائعين اليوم مولو برش الأسد ما لازم تخلي تكي تمرق بهيدا نهار ما تشتغل فيه على أمور بهمك أمرا وعتلين همها لأنه اليوم الجو بيوصلك إلى نتيجة أكثر من رائعة الأكثر حظا كلكن محظوظين موليد شهر تموز يوليو 21-22 أب أوسطس بنت إيه لبرش العذراء بالنسبة لبرش العذراء بيعتبر هيدا نهار بيقلك أوكي مرأ عليك ستة أيام وطاير أنت طاير لأنه في شغل مبسوط مقلع وراكد هيدا شيء عظيم لكن وصلنا لليوم أوكي في إشياء بالبيت بدنا نعمل شوبي لأنه البرات فضي مثلا شيء من هالنوع العيلة بيحاجة لألك بدنا ندرس لولاد مثلا اليوم نهار لحتى تفكر بيحالك بيشغلك تضبضب شوي تهدى شوي عندك يومين بدك تفكر فيهم وبدك تكون هيدا ولطيفة عن تفكر بيحالك الأجواء اليوم تطلب منك أنك ترجع تهدى نتفي تفكر بيحالك تغط تتفكر أنت شو بيحاجة يمكن تعبين صحية بدك ترتاح يمكن البيت بيحاجة لألك حدنا من أفراد العيلة لكن الجو العام كتير حلو فهيدا وقت فقط كل شيء بوقته حلو هلأ وقت البيت والعيلة ولألك 1-2-3 أيلول سبتمبر الأكثر حظا أكثر تعبا 9-10 أيلول سبتمبر بنت إلا برش الميزان بالنسبة لبرش الميزان اليوم نهار نشيط كتير مولو برش الميزان اليوم أنت شخص متفهم لكل الأمور كلامك بمحله إذا حكيت ولازم تحكي لازم تعبر عن رأيك لأنه كلامك بيوصل فقط حاول أنه الكلام دك توصله لأنه بيوصل وصله بطريقة إيجابية وجيدة ما بدنا اليوم نكسر الجرة أنه كلامي بيوصل فيلا راح نوصل الكلام من كعب الدست تكسر الجرة اليوم نهار كلامك بيوصل وبالتالي ما في لزوم لا ترفع نبرة صوتك ولا تعلي حدة صوتك اليوم كلمة صغيرة بمحلة بتوصل أجواء ممتازة للدرس للامتحانات للزيارات للتنقلات لتقدم أبحاث لحتى تناقش نهار ممتاز جدا 1-2-3-4 أكتوبر الأكثر حظا كمل مع برشة العقرب مولو برشة العقرب ناقش الأمور مثل ما هي كون موضوعي كون منطقي عليك شيء يدفعه عليك شيء يسم تقدمه أدمه أيضا لك شيء طالب فيه لكن من دون نشكل من دون خلاف هيدا نهار هو تقييم للأمور شو إلك شو عليك وشو بدون منك عندك امتحانات بك تروح عليها حاول ما تتمارض الأجواء جيدة معقول يكون فيه مكسب لألك 11-12 نوفمبر الأكثر حظا كمل مع برش القوس مولو برش القوس الأمر ببرشك الشمس موجود بهالفترة من السنة بالبيت السادس يلي هو يعني شغلتين مهمين جدا بعلم الفلك الشغل الشغل وأيضا الصحة لأنه الأمر ببرشك في ضوء أخضر مع أنت في صفحة جديدة في قرارات جديدة على هالصعيدين يلي هني يا الصحة يا الشغل يا اتنين سوا ففيك تخلق شيء جديد عمل جديد فكرة بتلمع براسك قرارات جديدة بتتخذ أو تتخذ عنك فحضر حالك لتقدم ولتطور بها اليومين الأكثر حظا بالتأكيد هي مواليد نوفمبر بنتقل لبرش الجدي مولو برش الجدي اليوم نهار ركود وهدوء وانتظار أو تريث ما منقعد يعني ما منعمل شيء بالعكس فيه إشي الليس مخلصها ترتيبات أوراق أمور ما إلا معنا منشيلها أوراق قديمة تياب قديمة مننظف منعزل منشيل كل هالأمور حتى مطلوب منك أنه اليوم ما تاخد قرار اليوم نهار غير مناسب للقرارات ترك القرارات لنهار الجمعة السبت أو الأحد كون حذر جدا مولود 14 15 و16 كانونتين يناير بنت إلا برش الدلو مولود برش الدلو هيدا نهار بالنسبة لألك بعتبره نهار بيساعدك بعتبر هيدا نهار بيعيد خلط الأوراق حتى أنت تكون مرتاح أكتر لكن لازم تعرف أنه بخلطة هالأوراق رح إلا ما يطلع لك تعاون مع شخص أو مع جهة معينة وهيدا شيء كتير إيجابي كتير مهم بالنسبة لألك ولازم تقتنس الفرصة لحتى تحط إيدك بإيد شخص أو مجموعة معينة بجميع الأحوال يوم نهار حلو حتى تخضل بالنسبة ما تبقى لحالك 28 29 30 كانونتين يناير الأكثر حظا بنت إلا برش الحوت بالنسبة لبرش الحوت نهار مهم ما تخاف منه ما تنقز منه روح محضر حالك مش إنه 50-50 تشانس إنه يطر يا نقشي لأ من المستحسن تكون محضر حالك لأمتي حالة مقابلة لأي شغل لنهارك أيضا هالثقة بالنفس خليها تبين هذا النهار تجذب خلاله الأمور الدسمة الغنية لكن أيضا تلفط الأنظار إلى مساوئك إلى نقاط ضعفك إلى أهمال معين فحاول تكون منك مهمل وحاول تكون عامل كل شي صح الأكثر حفظا 19 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم سنة مهمة جدا بهذه السنة فيها نوع من إعادة نظر بترثيباتك أنت بحياتك الإدارية التقنية امتحانات أوراق معاملات بوليسات تأمين كل هالأمور حتى بعض المسائل القانونية بجمع يشغل عليها هذه السنة بدك تمشي فيها على الأصول فقط لغير أيار مايو أيلول سبتمبر كنونة 2 يناير هي أفضل الأشهر إلى اللقاء بكرة أبراج جديدة باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر